تهيئة حقوقية عالية لكل مغاربة والمغربيات المواطنات المواطنين المغاربة والمغاربة في المعجار كل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هذا برنامج مع الحقوق للسدراوي سيكون واجهة مفتوحة لكل مواطنات والمواطنين الذين يعتبرون نفسهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لديهم قضايا المظالم مجال مفتوح للتواصل وكذلك لطرح العديد من القضايا الرائلة قضايا السكال، أراضي السلالية، الحق في العمال مجموعة من القضايا التي تسكن عندها رائعينية سيتم مناقشتها في هذا البرنامج وطرحها من مقاربة حقوقية السرفة البغريب الآن تعرف العديد من المطالب التي بنتعدي في وجهة النظر مختلفة، السلطات ستعطيه واحد المقاربة، المواطنين كانت المقاربة هذا البرنامج سيكون هو هذا البزار الحقوقي ذي البطالية المختلفة سواء الاحتجاجات المختلفة ذي الحق في السكال، أراضي السلالية، المعطلين والبرامج المختلفة للقضايا والإشكالات التي تتعليها بلادنا وكذلك سيكون واجهة لتتبع ما يحدثه على المستوى الإقليبي والدولي القرار ديال البرنامج الأوروبي، القرارات ديال الجهات وديال المؤسسات الدولية الأمم المتحدة، ما يجري المؤتمرات الالتزامات ديال هذه البلاد، اللي خصنا نعرفه قربي معناه ما يمكن أن يكون واحد الدولة أو واحد الحكومات بشيء الأمم المتحدة وتلتزم مجموعة الالتزامات والمجيش تنفذها هنا هذا البرنامج سيكون هو ذلك المرآة والذك اللي غيهز هذوك الالتزامات ديال الحكومة ويعرف بها المواطنات والمواطنين بشيء يكون واحد الوسيلة المطالبة بالحقوق كذلك سيكون واجهة لتتبع ما يحاكم ضد بلادنا من المجموعة ديال القوى الإقليمية وديال الجيران من مؤامرات ومكائد على مستوى الآليات الأفريقية وكذلك الأمم المتحدة سيكون هذا البرنامج أيضا واجهة للتواصل على العديد من الأصدقاء ديال البغريب وكذلك الأصدقاء ديال الهيئات الحقوقية البغريبية مع المطالبين بالحرية والعدالة بالجزائر في العديد من الدول أيضا لكتعاني القامع والتضييق وواجهة مفتوحة لهم أيضا للتعبير على مطالبهم وتعريف الرأي العام الوطني بهذه القضايا وبهذه الإشكالات برام برنامج مع الحقوق الدري السدراوي مفتوح للجميع وبإمكانه أيضا أن يستقبل كل من عبر على رغبته وكل من يحمل هم حقوقي في قضية من القضايا والدعوة مفتوحة لكل الفئات تنسيقيات ضحايا انتهاكات حقوق إنسان المرصبين في امتحانات الوحامات نحن نحمل الرأي والرأي الآخر المستعدين للتعريف بكل قضايا لانتهاكات حقوق إنسان في هذه البلاد وما أكثرها التعريف والتواصل والطرح القضايا هو السبيل الوحيد باش نعالج المشاكل دينا في هذه البلاد والتغلب عليها من جهة أخرى البرنامج أكثر من ذلك سيكون رسالة الوصل بين الحقوقيين وبين الضحايا نحن نستعدين أيضا أن نتبنى كرابطة أو كجمعيات حقوقية صديقة هذه القضايا ونحملوها لذلك الجمعيات الحقوقية ونتابعوها ونشوفوا مدى تجاوب السلطات إما مع المناشدات والمراسلات والاحتجاجات دي المواطنات والمواطنين هذا برنامج دي الجميع برنامج سيكون مفتوح أيضا لهيئات حماية المال العام ولفضح كل المفسدين لفضح ناهب المال العام لفضح كل من سولت له نفسه الغسناء غير المشروع على حساب الأرزاق دي المواطنات والمواطنين على أرزاق دي الشعب على أرزاق دي الشعب المغربي على الميزانيات العامة التي تستغل النفوذ هذا برنامج الجميع وسيكون مفتوح الجميع من أجل قول كلمة الحق ومن أجل فضح كل الممارسات الشائنة كل الممارسات دي الناهب المال العام انتهاكات تعديل حقرة برنامج مفتوح المواطنين لذلك فلا تترددوا في التواصل مع البرنامج وطرح قضاياكم نحن سنحملها بكل أمانة وبكل موضوعية ليس الهدف دي النسب ولا التشهير ولا القف سيكون برنامج لطرح قضايا للتعريف بالملفات تحييات حقوقية عالية مرحبا بكم في برنامج مع الحقوق دريس سدراوي في تواصله مع المواطنين ومع الضحايا ذي انتهاكات حقوق الإنسان في ربوع هذا الوضع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر